الأستاذ محمد عويص الباحث في شؤون أمريكا والشرق الأوسط عبر سكايب سيد محمد مرحبا بحضرتك معنا مرحبا بكم وشبرا على هذه الاستضافة حياك الله يعني قراءة حضرتك سريعا فيما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أنه ترامب بات قاب قوسينا وأدنى من إعلان بنود ما يسمى إعلاميا ويتداول بصفقة القرن منذ مؤتمر العار الذي عقد في البحرين ثبت أن سفقة القرن غير ذاهبة إلى أي مكان وأمس أو أول أمس عندما خرج علينا الرئيس ترامب وقال أن جيسون رين بلات وهو رجل ترامب الأول كان محامي عند ترامب لمدة عشرين سنة كان يعمل عند ترامب وبنفس الوقت هو عنصري صهيوني معادي للعرب والمسلمين تعبنا من تغريداته ومن كلامه الدائم ضد العرب والمسلمين في فترة عمله مع البيت الأبيض إن دلت هذه الاستقالة على شيء تدل على أن الرئيس الأمريكي تخبط ويتخبط وأنه لا يوجد هناك لا صفقة قرن ولا صفقة عشر أيام ظاهر أن هناك خلافات قوية عندما يستقيل الرجل الصهيوني الأول رجل نتنياهو وترامب من الحكومة الأمريكية قبل أن يعلن عن هذه الصفقة فمعنى ذلك أنهم يعرفون أن هناك شيء ما داخل هذا ما سيعرضونه على العالم غير قابل لتنفيذ وغير قابل حتى للكلام عنه هم حاولوا عدة مرات أن يستقطبوا عدة دول عربية من أجل أن يكونوا رأس الحربة رأس حربة إسرائيل في المنطقة لحد الآن لم ينجحوا إلا مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتآمر على العرب والمسلمين منذ فترة طويلة أنا هنا في أمريكا وأعرف عن تسرقاتهم وعن تدخلاتهم في القضية الفلسطينية وفي عملية السلام ودائما يتآمرون لكن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا إقحام عرب آخرون في هذا الموضوع وخاصة أن العرب وقعوا في مستنقعات عسكرية وأزمات وحكومات فاشلة إن كان في العراق إن كان في اليمن إن كان في سوريا إن كان في لبنان حتى